جدد ابناء محافظة شبوه وقوفهم خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية وتأييدهم الكامل للشرعية والجيش الوطني في دحر الميليشيات الانقلابية وهزيمة المشروع الايراني في اليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير جدد ابناء محافظة شبوه وقوفهم خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية وتأييدهم الكامل للشرعية والجيش الوطني في دحر الميليشيات الانقلابية وهزيمة المشروع الايراني في اليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها واكد ابناء شبوه في بيان لهم عقب المليونية الجماهرية الحاشدة التي قيمت في مدينة عتق ان الشرعية المسنودة بالارادة الشعبية والمدعومة بالقرارات الدولية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي هي الشرعية المعبرة عن تطلعات الشعب وهي الصوت المعبر عن نضالاته في مواجهة المشروع الايراني والمشاريع التي تتوافق معه مشيرين الى ان محاولة خلق كيانات انقلابية تهدف الى تقويضها والنيل منها عبر الاعتداء على المؤسسات الوطنية واستخدام السلاح في وجه الدولة سلوك يضع مرتكبيه في نفس المربع الذي تقف فيه ميليشيات الحوثية المدعومة من ايران وقال البيان في المليونية التي نظمها الاتلاف الوطني الجنوبي ان ادعاء احتكار تمثيل القضية الجنوبية ورفع لافتة التفويض الشعبي امر لا يتسق مع قيم الديمقراطية ويهدد السلم الاجتماعي والامن والاستقرار كونه يؤسس لحالة من الالغاء والتهميش والاقصاء ويقود للعنف والفوضى وان هذا السلوك يمثل اعتداء صارخا على تطلعات شعبنا في الحرية والكرامة ويمثل اساءة بالغة لشعب عظيم يرفض الوصاية عليه او اتهامه بالقصور وان رفع السلاح في وجه الشعب وجيشه وامنه لهو اصدق تعبيرا عن فقدان تلك القوى لاي مشروعية شعبية واضاف البيان ان الجماهير تتمسك بحقها في التمثيل العادل والكامل في مشاورات الرياض المتعلقة بتشكيل الحكومة وكافة الترتيبات السياسية كما تعلن وقوفها خلف قيادة الاتلاف الوطني الجنوبي ودعمها في كافة الخطوات التي من شأنها انتزاع الحقوق المشروعة التي تليق بشبوة وكافة المحافظات الجنوبية وتضحيات ابنائها وبما يضمن تحقيق مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية كما جدد ابناء محافظة شبوة تأييدهم للخطوات التي تقوم بها السلطة المحلية في المحافظة في بناء مؤسسات الدولة وخطط وبرامج التنمية التي تشهدها المحافظة مطالبين الحكومة بإلاء محافظة شبوة اهتماما خاص بتوفير الخدمات ومشاريع البنية التحتية وتعويضها عن الحرمان الذي عانت منه في الماضي وبما يليق بمكانة الشبوة وتضحياتها التي أهلتها لتصبح نموذجا للمحافظات المحررة في الأمن والاستقرار وتمسكها بالمشروع الوطني وسيادة القانون وبناء مؤسسات الدولة مشددين على ضرورة الاهتمام بها وتطويرها مشيدين بهذا الصدد بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي باعتماد حصة المحافظة من عائدات النفط إضافة للدعم الرئاسي الذي انعكس إيجابا على حركة التنمية في المحافظة وكذا توجيهات فخامته بتشغيل ميناء قناة تجاري وأكد المحتشدون أن الإرادة الشعبية التي عبرت عنها الجماهير في مختلف المحافظات المحررة ورسائلها الداعمة للشرعية تعكس الوعي الوطني وتعبر عن السلوك الحضاري الرافض لتأميم إرادة الشعب وحث المحتشدون جماهير الشعب في عموم المحافظات لمزيد من الاستفاف خلف قيادته الوطنية وبما يساعد على العبور إلى اليمن الاتحادي الجديد وثمنوا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإعادة الأوضاع في المحافظات المحررة إلى طبيعتها وتوحيد الموقف نحو مواجهة الميليشيات الحوثية مؤكدين على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض وبما يضمن عودة الدولة بكافة مؤسساتها وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة ورفع المشاركون في المليونية الجماهيرية أعلام الجمهورية اليمنية ولافتات تطالب بسرعة تطبيق اتفاق الرياض وفق آلية التسريع المعلنة وبما يضمن عودة الدولة بكافة مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن ومزاولة وظائفها الدستورية والقانونية كاملة غير منقوصة بالإضافة إلى التأكيد بأن محافظة شبوة تقف دوما مع الدولة وتتطلع إلى الحصول على حقها في المشاركة الفاعلة في العملية السياسية تخلل المليونية عدد من الكلمات والمشاركات والقصائد الشعرية التي حيت الجماهير التي شاركت في المسيرة